نفس الأمر يمكن تكرر ويمكن دايم دا اللي يسمى التصعيد لكن اللي حصل مع الكاف دا حق مشروعه وحق طبيعي جدا وإجراء طبيعي ممكن ياخده أي نادي مش بس مع الهلال السوداني لكن أي نادي عنده الرغبة أنه يحافظ على حقوقه والأهم من دا كمان أنه يمنع تكرار المشاهد دي في مواجهاته في القرى الأفريقية كلها مش بس السودان لكن اللي حصل مع الخارجياء المصريية دا اللي ممكن يتقال عليه تصعيد وخلينا نشوف ونستعرض مع حضراتكم بيان الأهلي أو مذكرة الأهلي لرفعها النهاردة للخارجية المصرية الأهلي يرفع مذكرة إلى وزير الخارجية بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره تقدم النادي الأهلي اليوم بمذكرة إلى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الأهلي ولعبيه وجهازهم الفني قبل وأثناء وبعد مباراة الهلال التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان وصرد الأهلي في مذكرته كل تفاصيل اعتداءات التي جرت سواء أثناء الميران الوحيد للفريق في السودان بلألعاب النارية وما تعرض له لعاب الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء سواء من الجماهير التي تم السماح لها بدخول المباراة بالمخالفة لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري لعدم توفر شروط السلامة التي حددها الكاف في ملعب الجوهرة الزرقاء أو التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد التقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لعبي الأهلي وأكد الأهلي في مذكرته على أن السفير المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودا كبيرة مع البعثة وشاهد ووثق كل الأحداث والتي سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة ورفض الأهلي التصعيد في ذلك الوقت حرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين ننتظر بقى يعني إجراءات الحقيقة إذا كان الاتحاد الأفريقي حريص لحقيقة واحد نمر واحد حريص على سمعة الكرة الأفريقية وأكثر حرصا على عدم تكرار المشاهد اللي احنا شفناها دي في ملاعب في مختلف البطولات مش بس بطولة دورية أبطال باعتبرها البطولة الأمة أو البطولة الأكبر والأهم على مستوى القرى النهاردة بنتكلم على تطوير مسابقات وبنتكلم على تطوير بنية تحتية وبنتكلم على مسابقة سوبر ليج فمن الأولى الحقيقة إن احنا نحاول نمنع المشاهد دي اللي انتهت خلاص ما بقناش منشوفها في أي مكان في العالم الحقيقة